الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المصلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سلسلة تحفيظ السنة النبوية الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود نبي الله عليهم السلام لأطيفن الليلة على سبعين مرأة كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه أو الملك قل إن شاء الله فلم يقل ونسي فلم يأتي واحدة من نسائه إلا واحدة جاءت بشق غلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا له في حاجته حديث أخرجه البخاري ومسلم وعيد الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سليمان بن داود نبي الله عليهم السلام لأطيفن الليلة على سبعين مرأة كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه أو الملك قل إن شاء الله فلم يقل ونسي فلم يأتي واحدة من نسائه إلا واحدة جاءت بشق غلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا له في حاجته وعيد الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود نبي الله عليهم السلام لأطيفن الليلة على سبعين مرأة كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه أو الملك قل إن شاء الله فلم يقل ونسي فلم يأتي واحدة من نسائه إلا واحدة جاءت بشق غلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا له في حاجته حديث أخرجه البخاري ومسلم هذا وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا موسيقى